بعد سيطرة النظام على حي القابون منتصف عام 2017 إثر تسوية أفضت إلى تهجير واعتقال عدد كبير من أهالي الحي بعد استهدافه لسنوات جاءهم النظام بالمخطط التنظيمي للمنطقة والذي تصل مساحته إلى 215 هكتاراً ما يهدد ملكيتهم العقارية بشكل مباشر مراراً أعرب أهالي القابون عن استيائهم من المخطط خاصة أن العقارة ستتحول إلى أسهمين توزع بحسب الملكية في الوقت ذاته يهدد هذا المخطط 750 مصنعاً جرى العمل على ترميمها من قبل أصحابها خلال العامين الفائتين حيث تعمل معظم هذه المصانع على إنتاج السلع النسيجية والبلاستيكية والمدافئ والسخانات وطلب من أصحاب هذه المعامل نقلها إلى مدينة عدرة الصناعية الأمر الذي لا قدرة لهم على تنفيذه وفق الظروف الحالية حسب مصادر لتلفزيون سوريا يستخدم النظام التلويح بالورقة الأمنية لإجبار ملاك المصانع على نقلها أو تركها فيما وقع أصحاب المعامل على اتفاق بعدم إعطاء أي تعد للإخلاء مهما كانت صيغته وسط تخوفات من استخدام النظام الحل العسكري الذي لطالما لجأ إليه على الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وتأثير إغلاق هذه المعامل على الاقتصاد الوطني حيث تعتبر جميعها من المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تساهم بشكل مباشر في رفض السوق المحلية